اشتركوا في القناة لمعرفة كمية مغزون الحديد بالجسم طلع ان انا كان عندي نقص كبير في الحديد الدكتور نصحني بحبوب فروزة حبوب لعلاج نقص الحديد وحمد الفليك لمدة 3 شهور اخدت قرصين قرص الصبح وقرص بالليل وبعد 3 شهور استمرت على قرص واحد يوميا طبعا بتغديها لمدة 6 شهور بعد 6 شهور ترجعي تعملي تحليل صور الدم علشان تتأكدي اذا كان مغزون الحديد عندك مناسب ومكتمل تقدر يتوقف فيها القرص عندك زي ما انتوا شايفين هو بتعم الشوكولاتة تاني حاجة حبوب ستيوكر هي افضل حبوب كالسيوم مع بيتامين ديل تعتبر مكمل غذائي ممتاز جدا وللناس اللي ممكن تكون ان هي بتخاف ان هو بيزود الوزن لا هو مش بيزود الوزن نهائي قرص كل يوم كافي جدا انه يمد الجسم بالعناصر الضرورية لجسمك من الكالسيوم ومن المغنيسيوم ومن بيتامين دي بيحسن بشكل كبير صحة الازافر وصحة الشعر وصحة البشرة كمان في ايضا اقراص اقراص برايورين مش عارف اذا كنت قلتها صحة او لا هي اصلا لعلاج الشعر لكن صراحة انا استخدمتها لمدة 6 شهور النتيجة ما شفتش ممكن نتيجتها للشعر كانت 20% لكن فدتني جدا جدا في البشرة وفي الازافر اختلفت صحة البشرة عندي والازافر كمان عندي اختلفت بشكل كبير لما استخدمتها فانا عن نفسي نزبتني في صحة البشرة والازافر اللي كانت الشعر ما استفدش من اغر ممكن 20% نيجي للنقطة تانية واللي هي منتجات العناية بالبشرة انا استخدمت كريم افين اكتر من رائع بيقل الجفاف اليد بيحفظ الرطوبة داخل البشرة بشكل كبير لما بيحفظ الرطوبة داخل البشرة بيعمل على تقوية الازافر وبيدي نظارة لبشرة اليد من افضل المنتجات اللي استخدمتها كانت كريم جينسون مكتوب عليه هنا لو تلاحظوا مكتوب ان هو للايدي شديدة الجفاف دوت منتج رائع جدا بيعمل على ترتيب سريع يا انت لو عندك مشكلة مشكلة جفاف كبيرة دوت يبقى معطوط في شنطتك رائع جدا تاخدي منه نقطة صبح وبالليل فيه كمان زيت جونسون زيت جونسون دوت شيء مفيد جدا خاصة بعد الشوار هو مش بس لليد هو للبشرة بشكل عام بيحفظ رطوبة الرطوبة في البشرة بشكل كبير جدا برضو لو تقدر كل يوم تحط منه على ايدك او على البشرة بشكل عام ممتاز نيجي السيروم فيتامين سي طبعا سيروم فيتامين سي غني عن التعريف بيمنع هشاشة الازافر بيزيل البقع الصفرة اللي ممكن تكون موجودة على الازافر هو دوت صحيح لبشرة انا جابها لبشرة الوش لكن انا استخدمته على ايديك كنت كل يوم احط منه نقطة او نقطتين على الظوافر خاصة الظوافر اللي فيها هشاشة او تكسر فرق معايا جدا حتى في بقع لأيد في البشرة وفي تقوية الازافر من الحاجات اللي ممكن محدش ينتبه لها اللي هو استخدم واقع الشمس لازم تستخدمي واقع شمس لأيدك مش بس للبشرة لأيد كمال لو انت بتتعرضي طول اليوم من انت بتكوني برا او بتسوقي واقع الشمس للأيد دوت مهم جدا وبكده تكوني قدرتي تستغني عن الظوافر الصناعية وتكوني عندك ايد نظرة بدوافر قوية بصحة وسليمة واتمنى لو عجبكم الفيديو انتوا تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا ميزة الجرس وضمتم سالمين